اطلع رئيس مجلس الوزراء للحكومة الموقعة عبدالله الثني على المشاريع التي تنفذها الحكومة في بلدية طبرق جاء ذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في منطقة جرناد همسا الاثنين مع وزير العمل بالحكومة مسعود صوة ووكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب باعتباره المكلف بمتابعة مشاريع البلدية ونقش خلال الاجتماع متابعة البدء في مشاريع بلدية طبرق المعلن عنها كما ناقش سبل تفعيل ميناء طبرق البحري اضافة الى مشروع محطة الكهرباء ومحطة تحلية مياه الخاصة بالابار الجوفية فضلا الى حلحلة الاجراءات الادارية ومتابعة لجنة التعينات المعلن عنها سابقا